اخطر عشرة شواطئ في العالم لا ينصح بزيارتها أبدا واحد شاطئ الرمال السوداء في كيل وهاواي رغم جمال رمال الشاطئ إلا أنها تكونت نتيجة الرماد البركاني الذي يعده من المصادر الطبيعية المثيرة للخوف والفزع اثنان شاطئ غانسباي في جنوب إفريقيا يشتهر هذا الشاطئ بكونه العاصمة العالمية لسمك القرش الأبيض العملاق وتشاهد هناك أعدادا لا تحصى من تلك الأسماك قرب الساحل ثلاثة شاطئ سكيتوفايا بوغتا في روسيا رغم أنه من المقاصد المفضلة لمحبي رياضة ركوب الأمواج إلا أن هناك الكثير من المرافق العسكرية التي تعكر صفو المكاني هناك أربع شواطئ الأمازون في أمريكا الجنوبية تتسم بخطورتها لقربها من غابات الأمازون التي عادة ما تكون منعزلة ومبتلئة في الوقت نفسه بالمخلوقات المرعبة والجميلة خمسة شاطئ بلايا زيبولايت في المكسيك ويعني اسمه بالعربية شاطئ الموتى وهو بالفعل من أخطر الشواطئ على متن الكوكب إذ أن الأمواج هناك عادة ما تكون كبيرة وقوية وعادة ما تنتج عن ذلك تيارات تتسم بخطورتها الشديدة ستة شاطئ جزيرة فريزر في أستراليا يعد ملاذا للأسماك الهلامية وأسماك القرش شديدة الخطورة سبعة شاطئ فوليزيا كاونتي في فلوريدا رغم جمال ولاية فلوريدا وتعدد النشاطات هناك إلا أن الشواطئها تتسم في الخطورة نظراً لامتلائها بأسماك القرش خاصة ذلك الشاطئ ثمانية شاطئ شباتي في الهند رغم أن الهند تشتهر بثقافتها طعامها وجمالها إلا أن ذلك الشاطئ الواقف في مومبي يتسم بخطورته فضلاً على أنه من أكثر شواطئ العالم تلوثاً تسعة شاطئ بكيني أتول في جزر مارشال رغم وفرة الحياة البحرية هناك وروعة الغوص بالمنطقة إلا أن الشاطئ يتسم بخطورته نظراً لكثرة توافد أسماك القرش هناك عشرة شاطئ جزيرة نورت سنتينيل في جزر أندامان يكمن مصدر الخطورة هناك في سكانها الأصليين الذين قد يظلوا رافضين لسنوات قدوم أي شخص غريب إلى هناك ادعمونا بالاشتراك بالقناة ولمشاهدة الفيديوهات السابقة الروابط موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو